كابتن واقل هل جومز هو اللي تفوق على كولر النهاردة؟ ولا كولر هو اللي تضلمطش الجومز بالتشكيل الخاطئ اللي ابتدى بين المباراة؟ لا جومز هو اللي تفوق على كولر رغم ان الشوت التاني ممكن يكون تغيراته يعني اخطأ في التغيرات لكن مع الوقت انت بتشوف فيه تحسن في اداء نادي الزمالك وسبات في التشكيل فمش معنى ان هو اخطأ في التغيرات يبقى هو ما تفوقش؟ لا تفوق بدليل ان انا قلت لك ان جومز درس النادي الاهلي وهو صحح من اخطأه في ماتش السوبر قلت لك ان هو اندفع في ماتش السوبر وبدأ يضغط وبدأ يستحوز وبدأ يروح وبعد كده لكن ساب الحتة اللي تحت فاول واحدة هو بجاء الجول والنهاردة هو اللي استغلل الحتة دي قالك انا ممكن استغلل الحتة دي فهو لا هو اللي تفوق يعتبط لان مش عايز اقلل من مجهوده لان هو اشتغل واخد بالك في حاجات كمان الكرات البيانية دي اللي جي منها الجون الاولاني بتاعت ناصر ميار هو متعود ان هو بيشتغل على الحتة دي ومتعود ان فيه ناس بتقطع بين الاتنين المساكين عشان يروح انفراد ودي حصلت حتى في موارات الاتحاد مع ناصر ميار وكان فيه واحدة لمحمد حمدي لولا ان التوقيفة من فتوح زي ما عملها لناصر ميار صح فده شغل في ناس بقولك ما فيش شغل لأ ده شغل هو فعلا اختياره لسيف الجزيرة بالذات لان سيف عمله السرعات ان يقدر يعمل ده مهم جدا فده شغل لأ باين ان الراجل بيشتغل باين هو ممكن يكون عنده حاجة دي ممكن بتبان في اوقات اللي ايه ايه الهجمات المرتدة لهو ما بيعرفش ايفئد الهجمة المرتدة في المكان اللي الكرة فيه تعمله خطر كبير جدا لانه عنده اتنين مساكين من السرعة ودي حصلت في البداية وتفتكر فماتش الجونة انت بص الجونة خسر ازاي كلها هجمات مرتدة اربعة على اتنين تلاتة على واحد فخسر المباراة بسبب كده هي دي النقطة الوحيدة لكن هو بيعمل شكل كويس قوي انه هو بيستحوز بشكل كويس قوي بيقرب الخطوط من بعض زي ما قلت لك ما بيبقاش فتح الملعب النهاردة لا هو اشتغل بشكل سليم خلينا متفقين لكن عنده مشكلة انه هو غير بدر او في نص الملعب يعني انت لما يكون عندك عبدالله ماشي بشكل كويس وعندك احمد حمدي ماشي بشكل كويس والاتنين لعيب الكرة وكان فيه توليفة بين التلاتة محمد حمدي وعبدالله السعيد وناصر مهد فانتا النهاردة افكت الحتة دي بعد التغييرات لأ كان لازم تسيبهم شوية لانه الماتش كان لسه فيه وقت احد اعضاء الجهاز الفني بتناقش مع جومز في تشكيل مباراة القمة قبل المباراة يعني ينبرح او اول يعني بيقول له بلاش نبتدي بعبدالله وناصر واحمد حمدي نحط شحاتة جنب دونجة ونلعب بواحد من مناصر اما عبدالله في المكان ده الراجل قال لك لا انا عايز استغل النقص العددي في نص الملعب عند النادي الاهلي او الغيابات المؤسرة واستغل وفعلا عمل كده ده عندهم كدرة كبيرة على صحت فاس بالكورة. اه طبعا. لسه لسه كنت هقولها. اه. خد بالك طريقة لعبه تعتمد على هذا السلاسي. اه. لان دونجة مختلف تماما. اه لعيب كورة. اه. بينقل لكن هو الوحيد الفايتر اللي فيه. لما تيه تتكلم بقى على عبدالله وحمد حمدي وناصر ماهر. اه. وكمان فتوح لما بيلعب في في الجبهة دي. حيس ان فيه توليفة. صح. معاملة شكل كويس. بيستحوزوا بشكل كويس. لعبه كويرة. كويرة. عندهم كورة. طب الطريقة بتاعته. عندهم حلول. الطريقة بتاعته. اه. يبقى لازم دول يلعبه. اه. اه. يعني. ليه? لان دول بيحتفظوا بالكورة في نص المرعب بشكل كويس. يعني حتى لما النادي الاهلي حبي يتفوق في الاستحواز. لا هو مقدرش يتفوق المسافة اللي هي مثلا سبعين تلاتين. اه. انت بتتكلم التلاتة دول خلوا الاستحواز خمسين خمسين. اه. صح. ليه? لان دول لعب الكورة كويسين. حتى لو مش في حالتهم فخلوا السحواز خمسين خمسين. لأن السحواز كله كان في نص المرعب. اه. فانت عندك التلاتة دول لعبك كويس قوي. بيعرفت حركة. بيعرفت استحواز. بيعرفت العبك صراحة معهودة عنك يعني. اه. هل انت كنت مع فكرة ان الملعب يستحمل عبدالله وناصر واحمد حمدي? ولا كنت ضده? بص انا مبغيرش كلامي. انا في الاول قلت لك عبدالله السعيد ما ينفعش يلعب ستة. اه. لكن هو الرجل طريقته اختلفت. اه. ليه? انت لما بتلعب بعبدالله السعيد ستة هيقصر في النواحي الدفاعية. اه. هو بطريقة اللاعب بتاعته خلى ان عبدالله السعيد بلغة كرة متدفي. اه. يعني ايه? يعني مش لوحده. يعني مش يعمل مجوك كبير. لان هو بيرجع يعمل بلوك دفاعي. ككتل دفاعية بمجموعة لعيبة. اه. مش باتنين تلاتة. فهو خلى عبدالله السعيد في المكان ده كويس. اه. طب عبدالله السعيد لما بيمس الكرة في المكان ده. او اصل عيب كرة كويس. طب. بيعرفت تصرف الكرة بشكل كويس. طبعا. طبعا. خلى كمان ان ناصر ومحمد حمدي مع نزوله مع زهور آآ فتوح. فده خلى فيه شكل فيه تقارف في الخطوط. مم. فدي نجحت الطريقة. طبعا. عشان بس الناس يقول لك ايه? ما انت كنت ضد مسلا عن عبدالله السعيد. انا عرفش الله. انا بسألك. اه. لا لا لا. انا انا انت عارف. ما انت قلت لي بصراحتك. اه. بس انا بقول لك هو عمل ايه. اه. فخلى تفكيري انا لأ انت ممكن تلعب بالناس دي. اه. تمام? بس خد بالك برضو الحتة دي بتعمل لهم مشكلة في الارتداد. اه. يعني عبدالله السعيد ارتداده مش سريع. لا طبعا. الوحيد اللي ارتداده سريع. اه. دونجة. فهو دونجة اللي ظهر في المكان ده. ايوة. ما انا قلت لك ايه? اكتر باللعب النهاردة. طيب ما انا قلت لك اه. انا قلت لك ان عبدالله انا نفسي ما كنتش عمري اقتانا عن عبدالله لعب ستة يعني. ما انا قلت لك ليه نجح عبدالله السعيد. لعبها كتير في الاهل. ستة? اه. مش ستة. بيلعب دايما اللي هو ايه ستة بمواصفات تمانية. اه. ستة بمواصفات تمانية. انا اللي همس الكرة وانا اللي همرة وكلام من ده. اه. وعنده القدرة انه يبقى ملتازم دفاعية. اه. اه. قافل المنطقة. تمام? اه. ممكن حتى دونجة النهاردة اه انا دونجة انا عابل كده برضو. قلت دونجة لأ انها واحد دفاعية مش احسن حاجة وتكلمت عليه بشكل سلبي. ولكن النهاردة از ما تدي له حقه. اه. النهاردة كان ممتاز. اه. في كزا كرة بيعمل تغطات جواه الستة ارطى. اه. لو خدت بالك في اتنين واحدة قافل مع ريدة سليم الناحية دي. واحدة تانية كان مع اه عبقادر. فعمل بلوك ادفاع كويس كان امم بدوره بشكل كويس جدا النهاردة. انا اسف يعني كابتن الان. لا 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 كان لازم بصراحة ادي له حقه. دونجة اه. لان كان منتاز النهاردة.